مرحبا شباب معكم وليد أو وليد وفي هذا الفيديو إن شاء الله راح استعرض لكم شيء مرة مرة أسطوري وأنا قدت لكم في فيديو اللي قبل الباريحة شباب بأني سأشتري إيش قولوا لي الآن في تعليقات الأساطير راح يجاوبوا شباب نعم لي يعني تابعوني بشكل مستمر وهاكذا وما يفوتوا أي فيديو راح يجاوبوا في تعليقات اشتريت اشتريت المكتب نعم الخاص بالسيطاب وهذا الشيء يعني القاعدة القاعدة حق السيطاب هذا الأولي شباب يعني هذا لازم يكون هو الشيء الأول اللي تشتريه بعدها تبدأ السيطاب هذا الشيء الأول شباب وأخيرا أخيرا نعم اشتريته أنا قدت لكم في ذاك الفيديو اللي قبل الباريحة بأني راح أبقى أسبوع أسبوعين بعدها راح أشتري ذاك المكتب لكن شباب سمحت لي الفرصة أني أشتريه بعد يوم تخيلوا شباب بعد يوم نعم اشتريت ذاك المكتب والمكتب اللي أنا أنا اخترته وكل شيء ويعني شيء جميل جدا أنا أعجبني وهذا هو اختياري شبه راح تشوفون وقولوا لي افتلقت يعني اختياري هل هو جيد أم له وهذا هي الحمد لله شبه وشكرا لكم أنتم لو شو لو لا الله ثم أنتم شبه ثم دعمكم والله ما كنت أوصل لهذه الأشياء أشتريها وهكذا شكرا لكم طبعا كما قلت لكم هذا هو الشيء الأولي شوفوا أنا كما قلت لكم أي شيء أشتري أسجل لكم عنه مقطع واشتري تلك الأشياء اللي هي استاند والإضاءة وهكذا لكي أسجل يعني أسجل لكم فيس كام نعم وبالله يقولولي كيف الفيس كام سجلت لكم فيديو فيس كام كيف الفيس كام بالله هل جميل شبب وصح شبب تذكرت شيء قلولي هل أضع لكم الفيس كام هنا أو هنا شبب هنا هاشوف هنا أو هنا نعم قلولي في التعليقات يعني أي مكان يعجبكم الصراحة أنا شب في رأيي أضع لكم هنا أفضل لأنه لا يوجد الكثير من اليوتيوبرز يضعون الفيس كام هنا كلهم يضعونه هنا فان كنا متنوعين شبب لكي لا يمل المشاهد ويستمتع جاهزين شبب يلا أوكي جاهزين شوفوا 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 أضع رأيتمه هو صح فيه المروحة ونعم الأشياء الأخرى اللي اشتريتها هي فوقه لكن سأوريكم إياه وهم فوقه بعد أنزع شبب تلك الأشياء وتشوفونها نعم جاهزين يلا عزيزين المشاهد لا تنسوا اللايك وأيضا اشتركوا في القناة لأنه جاي مقاطع مرة أسطورية راح نطور حبا حبا نحن يعني نسوي سيتوب من السفر نعم نبني الأشياء وهكذا حتى نوصل إلى سيتوب الأحلام شبب سيتوب يعني الخارق اللي أنا أحلم به وهكذا وشيء جميل نلعب في كل الألعاب وأيضا جي تي اي سيكس لما تنزل شبب نعم نلعبها نحن الأشخاص الأوائل يعني اللي راح نجربها مع بعض فايلا جايزين شبب شوفوا بالله هذا المكتب شوفوا والله جميل طبعا كنت راح أشتري شبب ذاك المكتب اللي هنا وهنا نعم فيه مكانين لكن قلت بأنه لا صراحة لا أحتاجه كثيرا لأن مكان واحد يكفيني والصراحة هو شبب يعني مكان واسع جدا لا تقولوا بأنه صغير وهذا مكتب أطفال أو لا أدري لا أنا متعمد أشتري هاكذا أيضا فيها هذا الدرج هنا اللي كي أضع فيها مجسمات شبب ألعاب وهكذا فيجرز نعم عندي مجموعة شبب من الألعاب أتوقع لي يعتبرون فيجرز شبب نعم المهم عندي مجسمات سأضعها هنا جميلة أختار يعني جميلة هاي إيش جب هذا هنا نحن إنزعم من هنا لأنه لا يوجد إعلان مجاني يلا إضغط كيف كيف يضغط بالله يضغط هكذا أوكي هذا معطر الجو شبب لا يوجد إعلان مجاني لذلك يلا ننزعم من هنا المهم هذا هو شوفوا شوفوا بالله والله أسطوري شبب حرفيا أوكي طبعا أنا رتبت وضعت فيها هنا هذه الإضاءة هذا لكي أسجل لكم والشاحن أوكي المروحة الفيس كام نعم من هذا الفيس كام شبب أسجل لكم يعني مقاطع الجيم بلاي وإذا سجلت لكم يعني مقاطع شبب الجيمينغ من البلاي ستيشن فايف والبي سي أسوي لكم الفيس كام من هذا الجو اللي قاعد أسجل لكم منه نعم وإذا مقاطع جيمينغ ألعب لكم بهذا الجو اللي قاعد أصور لكم منه وهذا شبب هذا هو الفيس كام إذا كانوا يعني الجيم بلاي من الجوال نفسه من الجوال يعني الجيم بلاي في الجوال ألعاب جوال لكن إذا ألعاب بي سي وبلاي ستيشن فايف نسجل شبب الفيس كام بهذا الهاتف اللي قاعد أسجل لكم منه أتمنى أنكم فهمتم شبب يعني هكذا وش قاعد أقول لكم وشروحاتي أدري شروحاتي شوية لكم عليها ما تفهمونها بشكل كبير لكن المهم أنكم تفهمونها شوية شوية تقريبي شبب فهيا أتوقع أنكم فهمتموني أوكي شوفوا شبب هذا هو المكتب طبعا شوفوا راح أشرح لكم شوفوا طبعا صاحب شبب المحل صاحب هذا المكتب قال لي بأنه هذا شبب من إسبانيا نعم هذا الخشب حقه وهذا يعني ها شوفوا هذا المكتب نعم لأنه والله الملمس حقه شبب خشن جدا ونوعية جيدة لما تلمسه راح تحس بأنه نوعية جيدة شوفوا شبب نعم هو من الخشب طبعا ليس من هكذا ما اسمه بلاستيك أو شيء شبب نعم هو من الخشب أوكي والله جميل الصراحة تحط فيجرز وهنا شبب تلعب تحط الشاشة هنا والبليستيشن فايف هنا نعم والبي سي هنا لما نشتريهم أوكي ورح يبقى مكان أتوقع أنا راح أرتبهم أنا أقول لكم بالتقريب لكن أنا راح أرتبهم شبب نعم ليس هكذا هذي الفيس كام نعم عنده مكان أيضا البليستيشن فايف يمكن أضعوا هنا شبب ما رأيكم أضعوا يعني ليس بطول أضعوا هكذا البليستيشن فايف أو إيش رأيكم يعني لكي يخلي لي مكان واسع المهم هذا هو شوفوا هو تقدر شبب تنزح هذا الدرج هذا كله تنزحه من هنا وتستخدم فقط هذي الطاولة لكن أنا أردت أن أخليه لأنه تحط أشيائك هنا صراحة جميل جميل أيضا تحط هنا إذا تبغى وهكذا يلا يلا شببنا ننزح هذي هذي شبب هذي المروحة نعم راح أحملها من هنا يلا أوكي والله التصوير يا حبيبي يعني هكذا تحسوا عفوي جدا يلا يلا نضعو هنا أوكي أنا حملها الآن لذلك قاعد أصور بادي الطريقة أوكي عدروه هنا شباب يلا نعم بادي الطريقة وضعناها هنا يلا أوكي هكذا الآن شوفوا ها ضهر لكم شكله ننزح هذا المعفن سجده استغفر الله أوكي أنا حمله وقلت هكذا هذا الكلام السيء أوكي استغفر الله المهم هذا هو شوفوا شوفوا بالله شباب هو حرفية للمكان يعني كبير شبب كبير نعم واسع جدا حرفيا شوفوا تسوي اي شيء تبغى هنا تدرس او تلعب او تكتب او ش تسوي تسوي اي شيء تريده فوق المكتب شوفوا وايضا فيه شبب هنا الدروج نعم شوفوا كيف اوكي اضراج او اي شي يسمونهم شباب اوكي هذا اللي في الاسفل نعم انا خبيت في هذه الاشياء اوكي راح اوريكم ايضا اياها نعم قلت لكم باني راح اوريكم تلك الاشياء اللي ما شاف داك الفيديو الخاص به لتطور لما تطورنا معدات التصوير الخاصة بالجول لما شافوا راح اوريكم الان الاشياء اللي اشتريتها مرة اخرى اللي كي تشوفون ايضا هنا ايضا السماعة هذا نايلون او ش تسمونه اوكي مطاطي هذا ايضا الشاحن اوكي وهنا هذا شباب بالمفتاح نعم هذا بالمفتاح واحد فقط بالمفتاح اوكي ساعة مكسرة اوكي ونعم هذه الاشياء وهذه السماعة شباب ما فيها يعني هذه حقتها السماعة هذه واحدة اخرى ليسا لاشتريتها شباب لاشتريتها في الدرجة التانية هي هناك وهذا مفتاح حق درجة الهوائية شباب المهم هذا هي رأيتم وتغلق بالمفتاح وهكذا جميل جميل الصراحة والله خرافين ايش رايكم شباب اركب الفيس كام هنا ونجرب يعني نجرب اجلس واوريكم كيف بالله كيف شباب الفيس كام هذا الخاص بالجول يعني اس ارباشين الترا ليس الاخر شباب نعم هذا فيس كام اذا اردت ان احكي لكم يعني قصص او شيء نعم ايش رايكم طبعا هنا انا ما مشغل شباب النارة نعم تبغل اشغلها نعم يعني السلك نشغلها يلا لماذا لا اوكي نعم هذا اللي كي اشغلها ايضا تحتاج شاحن صح نسيت افتح الدرج يلا يكي تشوفون يعني الاضاءة كيف شباب نعم شوف ركبتها ها و اشغلها هذه يلا ها نعم الان نبدأ نتحكم في الاضاءة شوف اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اوكي هادي بيضاء سيمبل ما فيه ولا شيء بيضاء شبا هادي هادي جميلة الصراحة اذا تبغى تسجل انا وضع شباب داكستاند هنا يعني على الجهة اليسرى نعم ما وضعوا فالنص او نعم ما وضعوا فالنص تبغون اضعوا فالنص يلا اضعوا فالنص خليني اضعها دي في الارض يلا ايه اوكي نعم هكذا يلا احركها شباب للنص شوفوا نعم ها الان هي فالنص شوفوا كيف واو يا وليت وتضبط زي ما تبغى يعني شوفوا شباب زي ما تبغى اوكي حرفيا الجول تقيل على الستنج لابري الممادية انا بهذه الطريقة شوفوا هاكذا شيء تضبط يعني حتى يضبط وتبدأ التسجيل ايزي هو هو مع وج شوية الهاتف يعني هاكذا شباب يعني تقيل جدا لذلك هو هاكذا الممادية فقط نحن قاعدين نجرب نعم قاعدين نجرب ونضبط المهم هذه الصراحة والله جميل جدا إيش رأيكم نسوي ألوان أخرى شباب نعم ألوان أخرى يلا يصح نزيد له في الإضاءة نقدر ما نقدر آه نقدر والله والله نقدر يلا زيد 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 نقدر جميل أنا استكشفت هذا ضمنت فقط في الألوان الألوان شباب أقدر يعني أبدل فيها ليس الآخر اللون الأبيض وهكذا أوكي والله جميل أوريكم أدري أنكم تبغون تشوفوني يلا شباب أنزع الجوال من هنا نعم شوف أوكي هذا هو شباب الستاند يعني رأيتم أوكي شوفوا ها هذا هو نعم كنت واضع الجوال هنا يا حبيبي هذه رأيتم كيف شوف الصراحة الوضع مرة جميل قلولي في التعليقات ما رأيكم في المكتب والله خرافي شباب الصراحة جميل جدا طبعا الستاند واكذا راح أوريكم شباب آآ اللي أنا اشتريت طبعا هذا هو داك الستاند شباب هذا هو نعم هذا اللي هي هذه الأرجل وهذا تأتي معه نعم فهذا الكارتونة هذه تذكروها آآ كارتونة زرقاء شباب تريبود هذا واشتروه شباب ليس إعلان ولا شيء لكن أنصحكم تشتروه لصانع محتوى يوتيوب واكذا أو أي منصة اشتري هذه الأشياء وهذا هي الرينج لايت هذه هي اشتروها شباب والله خرافية الصراحة نعم راح تفيدكم بشكل كبير ليه يبغى يعني يسوي فيس كام واكذا أكيد راح تفيدكم أنتم تقولون بأنه عادي ومدرئي لكن والله رهيب شباب وأيضا طويل جدا وكبير شباب كبير هذا المكتب أعطيكم أقول لكم القياسات شباب لكي تعرفوا القياسات من هنا شباب من هنا حتى هنا الطول شباب الطول هو متر وعشرين شباب متر وعشرين سنتيمتر مئة وعشرين نعم والعرض شباب العرض هو خمسين نعم والارتفاع حقه خمسة وسبعين هادي يا شباب الأطوال نعم الأطوال إيش هذا أوكي هذا واو طبعا أكيد هو الآن غير مضبط أكيد راح أضبطه يلا خلينا نغير اللون شباب والله عجبتني هادي عجبتني أبقى هاكذا أغير الألوان زي ما أبغى جميلة رأيتم اللون الأحمر الصراحة رهيب أوكي خرافية والله خرافية أخلي هادي حقه تشط اوه هادي تعمي ياي 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 مش شوفوا هادي يلا أهلا ما هم شوفوا كيف والله خرافية شوفوا خرافي المكتب وأخيرا حققت يعني الحلم هذا الأول ليس حلم لكن بداية الحلم راح تقولوا لي شباب كيف بداية الحلم راح أقول لكم بأنه سيتاب يعني تضع على المكتب إذا ما كان مكتب موجود ما تقدر تسوي سيتاب نهائيا لازم سيتاب هو الشيء الأولي فضروري أنك تشتريه والصراحة أنا كنت أعتقد بأنه صعب أنك تشتريه وهكذا صعب جدا صعب مرة شباب من الأشياء الكبيرة فصعب تشتريه لكن اشتريته والله بسهولة شباب بسهولة كبيرة والحمد لله يا رب والآن خلص شباب الآن يعني أكيد أسوي لكم فيسكم أكيد لكن أفضل من قبل كانت تتذكرون طبعا تتذكرون شباب اللي يتذكر كانت تلك الطاولة البيضاء الصغيرة الموجودة هنا اللي ما يعرف يعود إلى المقاطع اللي من قبل شباب اللي سجلتها لكم أفضل معدة تصوير راح يشوف تلك الطاولة يعني اللي كانت هنا تلك الطاولة وأخذتها للخردة أيضا مثل ذلك تلفاز لأبو ظهر نعم طبعا شباب رأيتم هناك سجلت فيديو فيسكم نعم اللي هو أول فيديو فيسكم سجلت في تلك الطاولة بعدها الصراحة رائعة شو اللي نقول أنها ليست رائعة رائعة لكن هذا أفضل وأنا ما بدأت أسجل فيسكم هنا لكن أنا متأكد بأنه أفضل بكثير شباب أكيد هذا وخلص الآن راح أبدأ أسجلكم فيسكم وكل شيء في الألعب أي لعبة أي لعبة شباب أسجلكم فيسكم ضروري فيسكم صار ضروري لأنه خلص تطورنا شباب تطورنا هكذا حبا حبا أن أتطور الآن فقط تبقت لي أشتري لي شباب الشاشة شوفوا أقول لكم الخطط يعني المستقبلية اللي راح أبدأ بها حبا حبا يعني الشيء الأول والثاني وهكذا شباب تدريجيا الآن الشيء الأول اللي راح أشتريه شباب الآن هو ذاك الشاشة شاشة جايمينج شباب نعم وأحطها هنا بعدها أجمع أجمع فلوس أشتري شباب بلاي ستيشن فايف نعم وبعدها أبدأ أشتري الأشياء الأخرى أيضا مايك وسماعة نعم سماعة حق الجايمينج شباب نعم أشتريها وكل تلك الأشياء الخاصة بالستاب أشتريها فهذه الورقة ستبقى معنا شباب كل ما أسوي لكم فيديو الضرورية هذه الورقة اللي هي أشياء لازم أشتريهم شباب نعم شطبنا على الستاند نعم اشترينا الستاند اللي هو هذا شباب هذا هو الستاند أيضا ها هو إذا تبغى ما تسوي بالإضاءة ها هو ستاند تركب هذا فهذا شيء الأرجل نعم وتسجل من دون إضاءة أوكي أتوقع ما رح أستخدمه بشكل كبير هذا المهم فهذا طبعا هذا الغيلة في شباب حق هذا الهاتف هذا شباب S24 Ultra نزعته اللي كي أركبه في هذا هنا شباب لأنه ما تقدر تركبه بهذا ما تقدر نيائيا لازم تنزعه لأنه هنا لازم ينزلق أتمنى أنكم فهمتم شباب ينزلق لازم ضروري إذا ما تركب فيه هذا وتركبه هنا ما رح ينزلق ما رح تقدر تحركه فضروري المهم شوفوا شباب مكتب يلا يا حبيبي المكتب يلا يلا رح اشتريناك خلص خلص يا حبيبي خلص اشتريناك الآن شوفوا شباب صحيح كرسي قيمينج نعم أنا قلت لكم اشتريلي شاشة ما هذا نسيت شباب والله نسيت الكرسي قيمينج صح وووو أنا جالس شباب على هذا الكرسي يعني هذا الكرسي شباب المعف نشوفو وووو الشهر شباب الجاي نعم رح اشتري كرسي قيمينج نعم كرسي قيمينج ورح تلاحظوه شباب لما اشتريها مباشرة رح تلاحظوه يعني في مقاطع ما رح اسوي فيديو عنه لانه كرسي عادي يعني ليس عادي كرسي قيمينج لكن ما يحتاج فيديو ليس شيء يعني كبير جدا يتسوي له مقطع ليس بلاي ستيشن 5 او شيء يتسوي له فيديو كرسي فما رح اسوي له فيديو فقط رح تلاحظوه في المقاطع يعني المقاطع شباب الخاصة بالالعاب نعم رح تلاحظوه باني اشتريته تشوفه ورأي ورح اقول لكم اصلا في اليوم مباشرة اللي اشتريته اقول لكم والله شيء خرافي الصراحة الشباب الشيء الاول اللي رح اشتري الشهر الجاي شباب نعم اللي هو كرسي شاشة 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 و وبعدها الاشياء الاخرى اللي اتبقت لنا اللي رأيتمها في تلك الورقة شباب نعم اللي كتبتها ونشط طبي يا حبيبي المهم اتمنى اعجبكم شباب الفيديو قولوا اللي رأيكم في التعليقات عن المكتب الصراحة مكتب خرافي انا اعجبني وكبير شباب المكتب والله جميل واسع جدا انا اعجبني انا راضي عنه الصراحة ولا تنسوا اللي اشتراك وانشروع المقطع في كل مكان ويلا شباب اشوفكم في المقاطع الجاية ان شاء الله ومع السلامة